أحبطت الغارات للتحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا هجوما لمسلح التنظيم على قاعدة عسكرية في حقل التنك النفطي عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات من جهة ريف دير الزور الشرقي أوضح بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة من مسلحي داعش قتلوا بغارات التحالف بعد محاولتهم مهاجمة الحقل النفطي ليرتفع إلى 19 عدد قتل التنظيم جراء ضربات جوية خلال الساعات الماضية موسيقى